على بعد أمطار معدودة من أسوار القدس انطلق مهرجان السينما المقدسي بحلته الرابعة والثلاثين ليحول معه هذا المكان لملطقا ثقافي دولي وقيم هذا المهرجان قبل أربع وثلاثين سنة بهدف عرض أفضل للأفلام عالميا لدينا مئتا فيلم من ستين دولة وليس من السهل دائما إحضار أفلام من الشرق الأوسط على الرغم من أننا معنيون بذلك لدينا عدة أفلام من إيران أفلام ممتازة فلأول مرة سيعرض فيلم نادي التزلج بغزة على الجمهور الإسرائيلي فيلم وطائقي ينطق باللغة العربية ويقص حكاية شعب محاصر ملاذه الوحيد بحر وأمواج استقطبت الشباب لممارسة هواية التزلج على الأمواج وأنستهم ضيق الحال ولو لبضع من الوقت نحن عم نفرجي الوجه الآخر لغزة اللي ما بيعرفه العالم لأن نحن كلنا دائما نشوف بالأخبار والأفلام اللي بيطلعوا عن غزة نشوف بطير إساس عن الحرب وعن حماس وعن هالحياة ونادرا ما بنشوف هن حياتهم كيف يعني وقت ما بيكون عندهم حرب شو بيعملوا تفاصيل الفيلم كثيرة وملئة بلحظات إنسانية صعبة وحتى الضحكات ما هي إلا ألم على واقع لا يدركه إلا من يعيشه حلقة النقاش التي دارت ما بين الجمهور الإسرائيلي ومنتجة الفيلم وضحت حالة الصدمة التي مر بها المشاهد هنا أولا رغم المأساة التي يعيشها الناس هناك إلا أنهم متمسكون في الحياة يحاولون إيجاد الفرح وهو الأمر الملهم فكرت بابني فهو يمارس رياضة تزلج الأمواج يتشارك معهم بحب البحر والإصرار على عدم تفويت أي موجة لكني لم أستطع تخيل ابني في ذات الظروف حالة الجدل هذه كان يمكن أن تنتقل إلى أحياء عدة مبرمجة ضمن فعاليات السينما المتنقلة التي ستعمل على عرض أفلام المهرجان في عدد من الأحياء العربية واليهودية إلا أن الأوضاع الحالية حالت دون ذلك العروض السينمائية كان مخططا لها أن تخرج من هذه الجدران لخلق فضاء سينمائي يعمل على إرساء مفاهيم التعدد الثقافي إلا أن الحالة حالة دون ذلك من القدس طماضر ملحم الحرة